عرفتوا يا رجالة هتعملوا ايه؟ اه ايه اكيد حضرتك تخد التخصيص بتاعك تطلع على بنك الاسكان والتعمير معاك الفلوس بتاعتك اللي مستحقة عليك عشان تخد بعضك بعد كده وتروح تعمل اجراءات الاستلام بتاعتك عندك ملاحظات قول افصح ابن مايهمكش حقك تستلم الحاجة تبقى للمواصفات اللي انت تعاقدت عليها في حاجة مش عاجباك بتكتبها في الملاحظات ثم يتم محضر الاستلام فيه ما بعد ذلك خلص ميتك كهربتك غزك خش فرش يا باشا حلوة بصراحة اوعى تيجي بعد كده تقول لي اصلا انا ما كنتش عاوز واجع دماغ اصلا انا قلقت من الاجراءات البيروقراطية اصلا يا عم كبر دماغك ده هي بلاطة سيراميك اه ده هي مفصلة باب اه ده هو الباب كان ممكن يتاكل بالفارة هبقى اعماله انا لا لا انا مش عايزك تعمل كده بعد اذنك حضرتك استلامك وتعاقدك لهذه الشقة ايا كان السعر مرهون بمواصفات حقك يا عمي خد حقك وبالمناسبة المسألة مش ببلاش انت دافع الفلوس دي الفلوس دي بقى فيه جزء الدولة مقدمة دعم الدولة مش عايزة تكسب فيه هم احرار يا سيدي مش عايزين يكسبوا يا سيدي عايزة تدعم حد الدولة عايزة تدعم حد لكن انت ليك مواصفات خد حقك دايما خد حقك ودي الناس حقك وهو انت لو تعودت طول الوقت بتاخد حقك هتلاقي نفسك طول الوقت بتدي الناس حقها انت في شغلانتك بتدي الناس حقها اذا كلنا احنا بقى موظفين في مكان ما في مصلحة ما في شركة ما بتيجي انت كده بينك وبالنفسك مش هانا خدت حقي تلت وامتلت لازم ادي كمان الناس حقها تلت وامتلت وما عطلش حد في وزارة الاسكان ما فيش حد هيعطلك وانت كمان ما تعطلش حد شكرا